في نقطة مهمة جداً طبعاً الكلام لديه الدكتورة ريهان ممتاز الفكر في حاجة أنا بأطلب يعني من زميل كلهم التغذية أرجوكم ما نكتبش الحاجات دي دلوقتي إلا بعد إقرار هيئة الدواء ليه بقى أنا دلوقتي هيئة الدواء الباتشي بتاعها ببقى علبة الدواء دي أي دواء حضرت موجود في سوق جاء أنا ولا أنا جيبه معايا بيستوردو بيجيبه معايا من بره اسمه في القانون دواء مخشوش دواء إيه؟ ما لم يمر على هيئة الدواء المصري فهي دواء هي الحماية الأصلية أن أنا بتأكد من المادة الخام هي ده صحة مظبوطة درجة السبات درجة الأمان الحاجات دي كلها الكفاءة ديهم فلازم الأبروفة الأول من هيئة الدواء وأبدأ استخدامها محترامي الشديد جداً جداً لاستخدامها تاني حاجة ما هي مش بوجودة في مصر هي تيجي بيجيبوها معايا من بره تيجي بقى رسمي لازم أعير هنا وهنا بقى من حاجات بجربها على المرضى المصريين في تجارب كلينيكية معينة مختصرة بشكل معين زي ما بعمل في كل ليه الأدواء دي اللي صالح ليه المريض مش هون مريض مصر مختلف عن الجنسية التانية لكن لا ليه ضمان الحاجات دي؟ النقطة الهمة جداً لا بد أن يكون طبيب ونبعد عن المدية ونبعد عن البرامة ده أهم حاجة زي ما حضرتك قلت بردو لازم يكون تحت إشرف طبيب صحيح وأنا بأكد بردو بضم صوتي لصوت حضرتكو إنه مهم جداً أي طبيب يعني في نيته إنه هو يكتب الحقن دي لأي حد أو حتى أي نوع من الأدوية اللي بيساعد على التخصيص إنه يريد يبقى فيه مجموعة من التحليل دي مهمة جداً عشان يعرفوا هذا الشخص يتصلح ليه هذه الأدوية ولا لأ وكل شخص غير الآخر زي ما الدكاترة اللي معاه نهارت وشكلت تخصصات تخصصات كلها